المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة المسائية من الميادين يحبط خططا لشبكات إرهابية جديدة اعتقال متورطين بعمليات تفجير وضبط أسلحة ومتفجرات الإرهاب يضرب مجددا في مالي وخطره يهدد المغرب العربي فهل تشكل جبهة واحدة لمواجهته بسرعة لافتة تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من كشف تفاصيل الهجوم الانتحاري في ضحية بيروت الجنوبية وبدأت تتكشف الشبكات الإرهابية التي خططت ونفذت الهجمات وصولا إلى الرؤوس المدبرة والعقول الإرهابية التي تدير العمليات الأمن اللبناني نجح في الوصول إلى بعض الإرهابيين وضبط كميات من المتفجرات والأدوات التي تستخدم في صنع الأحزمة الناسفة ولا سيما الكرات المعدنية وهي تواصل مداهمتها ولا سيما في منطقة الشمال وسط إجراءات أمنية مشددة نجحت في منع وقوع اعتداءات قاسية للأمن الوطني اللبناني بانتظار القبض على الفارين هذا الموضوع سيكون محور النقاش في ملفنا الأول في المسائية بينما نتطرق في الملف الثاني إلى خطر الإرهاب التكفيري الذي عاد ليطل برأسه مجددا في مالي موقعا ضحايا بين قتلى وجرحا وسط مخاوف أيضا من تنامي هذه الظاهرة في منطقة المغرب العربي ولا سيما في ظل الفلتان الحاصل في ليبيا وتعدد الشبكات الإرهابية التي يجري ضبطها في تونس لكن قبل الدخول في تفاصيل ملفية المسائية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء أهلا بكم أوقفت قوات الأمن التركي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق التراوي في مطار إسطنبول التراوي كان قادما إلى إسطنبول من عمان تلبية لدعوات جمعية مناصرة لفلسطين غير أن قوات الأمن التركية أوقفته خمس ساعات ثم قامت بترحيله إلى عمان ومعنا من رام الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين أهلا بك سيد أبو العينين هل علمتم لماذا منع تم منع السيد التراوي من دخول الأراضي التركية وتوقيفه خمس ساعات ثم ترحيله إلى عمان يعني للأسف كان الموقف التركي أو القرار التركي مفاجئاً لنا بقيادة حركة تركيز وفي مضافة تحريفة الصينية خاصة أن الأخطاء في التراوي كانت لا أوجه له دعوي لمؤسسات الضامن مع الشعب الفلسطيني الموقف التركي مستغرب ومستهجر من ضعفنا في حركة تركيز خاصة أننا نعتمد تركيا صديقة للشعب الفلسطيني ومضافة الشعب الفلسطيني ولكن مثل هذا القرار للأسف يدفعنا إلى التشكيق في الموقف التركي وانحياجها لطرف أو للخلاف الفلسطيني أو للانقصام الفلسطيني نجو أن يكون في هذه الدائرة ولكن وهذا المتدخل السفير الفلسطيني في تركيا مع الجهات السياسية ولكن الأسف منع الأخطاء في التراويم للطاق التركية وطلبوا إليه المغادرة على نفس الطائرة التي قلته من عمان إلى تركيا حتى الآن تركيا لم توضح هذه الأسباب نحن نصب على أن نعرف هل هو موقف تركي من القيادة الفلسطينية من بلد الفتحوية عند إذن سيكون أنا موقف هذا الإجراء لحق أحد جمعينا باللجنة مركزية وهذه القيادات حارة الفتح وهذه القيادات بارزة من قيادات الشعال الفلسطيني شيء غير مقبول وغير مبرر مهما تكون من الأسباب ولا نعرف أننا حرصين على علاقاتنا القوية مع كل أصدقاء فلسطين أما الموقف تركي من المئة تبين أو تقدم من الأسباب والتبريرات أعتقد بأن هذا الأمر سيقبل على العلاقة على علاقة مع الشيطان الفلسطيني طيب بتقديركم فحوى هذه الرسالة ما هو؟ يعني حتى الآن لم نعرف الأسباب السفير الفلسطيني سيقبح القضية مع السلطات التركية لنلقى على حقيقة هذا الإجراء المفاجئ والمستغرب من السلطات التركية بحق أحد قيادات حركة فتح إذن الرسالة هي موجهة لفتح تحديدا لا شك أن الأخطافي التروع أو في لجنة اللجنة المركزية وحق أحد حركة فتح البارزة لذلك أن يلتقى الإجراء بحق الأخطافي التروع دون غيره أعتقد أن القضية ليست قضية الأخطافي التروع بعيده لأن القضية نعتبرها لأن القضية التروع ليس شخصا عاديا هو أحد قيارات حركة لذلك نحن ننتظر التفسير الذي سيتابعه سفير فلسطين الأخ فائد مصطفى وسنعرف الأسباب التي رحالت أو منعت رغم أن الأخطافي التروع وهي تعوى رسمية لمؤسسة تركية تتضامن مع الشعب التلسطين شكرا جزيلا لك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين على هذه المداخلة ارتفعت حصيلة الإصابات نتيجة الأعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 14 إصابة الفلسطينيون في الضفة الغربية تصدوا للاعتداءات الإسرائيلية في بيت إيل والبيري والخليل وبيت الحمد وفي ريف درع جنوب سوريا استهدفت الطائرات الحربية سوريا تجمعات ومراكز للمجموعات المسلحة القصف استهدف كلا من كفر شمس ومداج تل عنطر وتل العلاقية وأدى إلى وقوع قتلى وجرح بين المسلحين وتدمير عدة مراكز لهم سيطر الجيش السوري على جبل زاهية في ريف اللاذقية شمال سوريا بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين الموقع يؤمن سيطرة نارية على مساحة كبيرة من الشريط الحدودي السوري التركي الذي كان يعد معبرا هاما لإمداد المسلحين حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الروسية على عدم تخفيف زخم عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا وقال لقد حققنا أهدافنا في محاربة الإرهاب في سوريا لكن ذلك ليس كافيا للقضاء على كل الإرهابيين وحماية روسيا كلام بوتين جاء خلال اجتماعه مع القيادة العسكرية الروسية لبحث سير العملية العسكرية في سوريا حيث وصف بوتين كذلك الضربات الجوية الروسية بالممتازة هذا وقد اطلع أو اطلع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس غرفة العمليات الروسية بوتين على النتائج الميدانية التي أحققها الجيش السوري بدعم جوي روسي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال إن صفن أسطول بحر قزوين أطلقت ثمانية عشر صاروخا مجنحا وأصابت أهدافا لداعش في محافظات الرقة وإدلب وحلب شويغو قال إن عدد الطائرات المشاركة في الحملة على داعش زاد إلى تسعين وستين طائرة مقاتلة وأن عدد الغارات الجوية اليومية ارتفع إلى مائة وثلاث واربعين غارة مشيرا إلى أن عدد الطلعات الجوية خلال أربعة أيام بلغ خمسة مائة واثنتين وعشرين طلعة بمشاركة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية كذلك كشف شويغو عن مقتل ستمائة مسلح من داعش في قصف روسي على مواقعهم في دير الزور وضرب ثمانمائة وستة وعشرين هدفا لداعش ما أدى إلى الحق أضرار فادحة بالبرناية التحتية المفطية التي يسيطر عليها التنظيم أثناء عملية القصص في لبنان كشف مرجع أمني للميادين أن القوى الأمنية أوقفت شبكات إرهابية كانت تستعد لتنفيذ عمليات شبيهة بعملية برج البراجنة وأضاف أن العمليات الاستباقية التي نفذت لم تنتهي بعد وقد ددت إلى توقيف عناصر فاعلين في غير شبكة وأضح أن ما شهدته البلاد في الساعات الماضية من توقفات كان حصيلة اعترافات الموقفين الأوائل والتي ثبت أنها دقيقة وانتهت إلى مصادرة متفجرات ولوازم خاصة بتصنيع الأحزمة الناسفة كما كشف أن بين الموقفين عددا غير قليل من العسكريين تفاصيل ما شهده لبنان من مداهمات في الساعات الماضية مع إبا محمود أهلا بكم سلسلة مداهمة وسعة النطاق قم بها الجيش اللبناني في بيروت والشمال تركزت في منطقة البقار في القبة ومحيطها وصولا إلى باب التباني في طرابلوس بمساندة طائرات استطلاع وتحليق مكثف للمروحيات في المناطق المجاورة لتأمين الجيش لا سيما فوق البحر في منطقة الميناء الهدف من المدهمات هو ما يعتقد أنها العقول المدبرة الثلاثة لتفجير الضحية الجنوبية علي قاسم وخالد سيف الدين وهو من الضنية ومعروف بأبو طلحة وبلال البقار ولكن لم يعثر على أحد منهم المدهمة انتهت بالمعنى العلني كانتشار عسكرية واضح لكنها مستمرة على صعيد الاستخبارات بحسب المعلومات فإن الأمن العام اللبناني كان قد داهم المنطقة قبل انفجار الضحية وليلة وقوع الانفجار بحثا عن سيف الدين الذي تمكن من الهرب وساعدته على ذلك طبيعة المباني الملاصقة لبعضها في المنطقة وكانت التحقيقات مع الموقوفين خلال مدهمة سابقة قد أدت إلى استكمال تفكيك الشبكات كما أن اعترافات الموقوفين الأوائل والتي ثبت أنها دقيقة انتهت إلى مصادر من متفجرات ولوازم خاصة بتصنيع الأحزمة الناسفة كما أن المجموعات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة تتركز بحسب مصادر أمنية في مناطق جبل البداوي ووادي النحلة وحارة بيت سيف التي يقاتل جزء كبير من أبنائها في سوريا المصادر تتحدث عن قرية تسمى قرصيطة وهي موجودة في الضنية قريبة من طريق الضنية هرميل ويبدو أن الملاحقين الذين يهربون من طرابلس يلجأون إليها طبيعة المنطقة وعيرة وتنتشر بيوتها في الجبال ما يجعل عملية مدهمتها أمرا صعبا يبدو بحسب ما تقول المصادر للميادين أن هناك قرارا لدى هذه الجماعات بعدم التوقف والمضي في مرحلة إرباك الأجهزة للوصول إلى مرحلة العجز في هذا الملف نصطف هنا في الستوديو رئيس مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران أسعد الله مساء أسعد الله مساء مباشرة هناك ملف كبير أمني في لبنان لكن قبل ذلك اليوم كان هناك نوع من الالتباس فيما يتعلق باستعمال الروس للمجال الجوي فوق لبنان والأرباك الذي حصل ربما في التصريحات أو الموقف الحقيقي هل يمكن أن توضح لنا حقيقة الموقف اللبناني الحالي من هذا الموضوع المناورات العسكرية الروسية في الأجواء وشر البلية ما يضحكه بتكون مقرر جاي تناقش باستراتيجية المناورة وقدشها المناورة إلى أهمية وبعد استراتيجية بتصير مضطار تحكي على مصغر لأن للأسف حكومتنا اللبنانية عاجزة ليس فقط عن أن تلب القمامة من الشوارع عاجزة أيضا من أن تصيغ موقف اتجاه أي مسألة أنا معلوماتي عبر الميادين نقلا عن الدبلوماسي الروسي الرسمي نقلا عن السفارة الروسية في بيروت بعد دقائق من هالفوضى لأحدثها النائب ولي الجملات لأسباب شخصية إن شاء الله يكون معنا وقت نحكي فيها مسألة كتير بسيطة هذه المناورة ليست الأولى وليست الثانية وليست الأخيرة المناورة الروسية أبلغت البحرير الروسية توركيا وقبرص وسوريا ولبنان بالدرجة الرابعة أن هناك بقعة جغرافية معينة سوف يجري فيها مناورة ضخمة في البحر المتوسط وبالتالي على الطيران اللبناني كما القبرصي كما السوري كما التركي أن ينتبه تركيا تصرفت وقبرص تصرفت وسوريا تصرفت أما لبنان أحدث فوضى وأحدث جلجلة وأحدث بلبلة وأنا باعتقادي أن بعض الموظفين من الفئة الأولى في الدول اللبنانية المعنيين بهذا الملاف كانوا للأسف عم يبيعوا موقف لبعض الدول المعادي لروسيا المسألة لم تكن تستاهل كل هذه الضجة من حوله والدليل أن اليوم طيران شرق الأوسف منذ لحظات قرر أن يستك مصار صيدة الصرفان والذهاب جنوبا وبالتالي رحلات سوف تكون في موقيتها يعني ليست هناك مشكلة أبدا الساعة الواحدة والموقف الذي نقلته وكالات الأنباء كان موقف مستعجل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سوف تنطلق طائرة بين موسكو وبين بيروت لم يتغير شيء من الموعيد الموقف المستعجل أنا برأيي من قبل السياسة اللبنانيين وخاصة النائب ولي جملاط الذي أحدث كل هذه الفوضى الأمر طبيعي مناورة في البحر المتوسط لها شرح خاص فيها أما على المسألة الطيران المدني اللبناني هناك عدة مسارات بدل أن يستك مسارا قريبا من بقعة جغرافي للمناورة يستكوا مسارا أبعد هو المسار الجنوبي كل هذه البلبل لا قيمة لها والبعض للأسف بدأ يسجل مواقف دونقشوتية يعني أحد النواب السابقين الذين يبلغوا سن الرشد السياسي طلب لبنان أن يشتك إلى مجلس الأمن إحدى المحطات الفضائية الممولة للأسف من بترو دولار عاجل لبنان يرفض أن يكون بأحة للطيران الروسي مش هيك يا جماعة بحرية روسية بعتت رسالة صريحة وواضحة ومختصرة وأنا طلعت على مضمونة من الدبلوماسية الروسية تقول أن هناك مناورة في المتوسط ويرجى الانتباه من قبل الأتراك والقبرص وسوريا ولبنان في الدرجة الرابعة وهذه هي البقعة التي سوف نعمل بها الجيش اللبناني قيادة الجيش اللبناني الحكيمي الرشيدي بهذا الجنون السياسي كانت عم تتصرف بشكل طبيعي والطائرات الحربية عم تشتغل بشكل طبيعي وسلاح الإشهار عم تشتغل بشكل طبيعي طيب جيد أنك وضحت أستاذ سالم وطبعا نقلا عن مصادر كما ذكرت قبل قليل أستاذ سالم ملفنا الأساسي يتعلق بالأمن اللبناني الحالي المدخل لهذا الحوار أحب أن يكون أو أختار أن يكون موضوع الهجمات الاستباقية التي يتم الإعلان عنها حاليا الهجمات الاستباقية لماذا؟ يخطط أن يجري في لبنان غير برج البراجنة الاعتداء الإرهابي الأخير مفهوم الأمن الاستباقي أدخل حديثا إلى لبنان تحديدا عبر جهاز الأمن العام اللبناني في فندق ديروي كنت تذكر منذ أشهر تحديدا خلال المونديال يوم تم إلقاء القبض على خلية كانت تريد أن تفجر نفسها في مطعم الساحة وتلك كانت سابقة أن تلقي القبض على انتحاره بحزامه الناسف قبل أن يفجر نفسه منذ تلك اللحظة بدأ مسارا جديد في العمل الأمني سواء مع مدرية المخابرات في الجيش اللبناني مع فرع المعلومات في جهاز الأمن العام اللبناني ومع شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي لكن بدرجة أعلى من قبل الأمن العام ومخابرات الجيش هذا الأمن الاستباقي يقوم على تفكيك الخلايا وألقاء القبض على الأفراد وعلى الأحزم الناسفة الخلايا الأمنية في لبنان ومن يطلع على المحكمة العسكرية يدرك أن هناك ثلاثة أصناف من الإرهابيين الذين حكموا الصنف الأول هو الذي يفتي نموذج أحمد الأسير الصنف الثاني هو الذي يقود عملتيا ولجستيا ويفخخ نموذج نعيم عباس الصنف الثالث أولئك الأغبياء الحمق من المراهقين الذين ينتحرون ويعتقدون أنهم بذلك الدماء يدخلون الجنة والله منهم براء إذن هذه الأصناف الثلاث تمكن الجيش اللبناني بمخابراته وجهاز الأمن العام ولاحقا فرع المعلومات وهذا حسن من أن يدخل ويتسلل لقلب الثلاثة الطوابق وأن يفكك البعض منها في العادي في الدول حتى الكبرى لا تستطيع أن تصل إلى الطابق الأعلى أي الطابق الذي يفتي نعم تمكننا في لبنان من القاء القبض على عدة نماذج منهم أحمد الأسير منهم أحمد بكر فستق والعديد من أولئك الذين يصيغون الفكرة قبل أن تصيغ الحسام الحسام الناسف وأنا باعتقادي تستطيع أن تنبت خبيرا في المتفجرات لكن ليس بكل يوم تستطيع أن تنبت عقلا قادر على الإفتاء والتأثير بهؤلاء الصبية والشباب طب سلم الطابق الثاني كما وصفته حضرتك أو دعني أقول القسم الثاني من هذه الشبكات الموجودة وهي التي تخطط لهذه العمليات اليوم هناك فارين من هذا النوع من الإرهابيين في لبنان وهناك ملاحقة لمثل هؤلاء حاليا تبدو العملية تتركز في الشمال اللبناني ليس كذلك الشمال اللبناني والبقاع وهناك تم القاء القبض أيضا على عدد من الأفراد داخل الجنوب ضمنهم أحد القرى التي نحب سير الغربية كان فيها عامل سوري تم القاء القبض عليه نحن لن نتحدث وعندما نتحدث عن الجنسية نتحدث من باب التوصيف والتدليل وهذا لا يعني أن هذه الجنسية هي المعنية بالأمر طبيعي نحن لن نتحدث عن خلية أو اثنين أو عشرة نحن نتحدث عن مئات الخلايا في لبنان في لبنان يكفي أن أقول لك أن في ثمانة أشهر الأولى سطرت المحكمة العسكرية المعنية بملف الإرهاب خمس تلاف ومتين حكم يكفي أن أقول لك أن هناك ميتين وخمس وثمانين حكم بموقوفين إرهابيين من الدرجة الأولى يكفي أن أقول لك مجد الماجد نعيم عباس محمد جمال دفتردار برحيم الأطراش سامي الأطراش أحمد الحجيري محمد الحجيري أحمد سليم ميقاتي وهو يملك شفر القاعدة ومرتبط بسيستم القاعدة وبايع عيمن الزواهري هناك العشرات بل المئات من الموقوفين من الجيل الثاني والجيل الأول الجيل الثالث وهنا المشكلة يبدو أنه موجود بالألاف في سوريا ويبدو أن الطريق من الرقة إلى تركيا إلى لبنان مفتوح جزء من هذا الطريق مفتوح استخباراتيا وجزء من هذا الطريق مفتوح عبر الفساد وللأسف أن حتى بعض الحواجز التي مفترض أن تكون في محور المقاومة والممانعة يتسلل إليها بعض هؤلاء الإرهابيين سواء بالهفوة والغلطة أو سواء بشراء الذمم لذلك المسألة معقدة وكبيرة نعم نحن لسنا في مرحلة أن نضيء الأحمر نحن في مرحلة أن نضيء الأورانج أي أننا ما قبل الخطر الكبير لكننا نحن في مرحلة الاستراحة اليوم جهاز الأمن العام اللبناني مدري العام الأمن العام اللبناني ونقلا لمركزنا من حضرة اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام لقد تم تسليم القضاء اللبناني موقوف مع حزامه الناسف كان ينتظر لحظة تفجيره خلال أسبوعين يعني جهز هذا اليوم حضر نعم وقيل له خلال أسبوعين تتلقى هاتف لنعزمك على مكان ما تذهب إليه وتفجر نفسك هو لا يعرف هذا المكان لم يحدد هذا المكان ربما لو حدد هذا المكان لكان عملية الانتباه أسرع وأشمع سيد سالم زهران تبقى معنا مشاهدين بعض الصور الدامية للتفجير الأخير في بيروت والمعلومات عن عمليات أرهابية كبيرة كانت ستضرب البلاد لولا العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية كيف يمكن تفسير المظلة الأمنية والسياسية في لبنان تقرير فشل الإرهاب في تحقيق هدفه في نسف التركيبة اللبنانية فالإرهاب الساعي إلى بث الفتنة وإشعال نار الحرب كما كان يقضي أحد أهداف التفجير المزدوج في برج البراجنة في ضحية بيروت الجنوبية يفشل في كل مرة السبب يعود إلى معطيات عديدة أولها العمليات الاستباقية وعمليات الدهم التي ينفذها الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية في إطار ملاحقتهم الخلايا الإرهابية أو المشتبهة بهم وهذا ما سمه رئيس المجلس النيابي بالاستثمار على الأمن والعلى من أبرز العمليات الاستباقية التي يمكن ذكرها في هذا الصياق هو ختم مصانع سيارات الموت بشمع الأحمر في معركة القلمون عند الحدود اللبنانية السورية كل إنجاز أمني من هذا النوع يطمئن المواطنين لكنه لا يؤمن وحده لاستقرار المنشود فما يبلور مظلة أمنية في أي بلد هو الأمن السياسي في لبنان شغور رئاسي وشلل حكومي وجلسات برلمانية قيصرية لكن في الوقت نفسه جميع المكونات تظهر حرصا على الاستقرار الداخلي قد تشكل طاولة الحوار التي تنعقد بشكل شبه أسبوعي وتضم قيادات عن كل القوى السياسية أو ممثلين عنها إحدى ترجمات هذا الحرص ومبادرة الأمين العام لحزب الله عن السلة المتكاملة والأصداء الإيجابية حيالها من الفريق الخصم تمثل أيضا إحدى ترجمات حرص القوى على الاستقرار أصابع الإرهاب في لبنان تعيد إلى لواجهة صور الحرب اليوم حاول داعش زج الفلسطينيين في تفجير برج البراجنة لكنه فشل كل الفصائل الفلسطينية رفعت الغطاء عن أي متورط وأكدت أنها تحت القانون اللبناني لا يمكن للإرهاب أن يرقص لكنه لن يستسلم وسيحاول النفاذ من أي ثغرة ضرب فرنسا وتوعد أوروبا والعالم وأمام حرب الإرهاب العالمية من الواجب وضع خطة شاملة برأي العماد ميشيل عون تستند إلى أكبر قدر من التقارب بين اللبنانيين مدام العالم على ما يقول أليكسندر زاسبكين غير مكترث لمشاكل اللبنانيين في انتظار بلورة لعبة تأمين التوازنات الدولية في سوريا وأعود من جديد إلى ضيفي هنا في الستوديو الأستاذ سالم زهران رئيس مركز الارتكاز الإعلامي أستاذ سالم قبل أن نكمل في المعلومات الأمنية وتعليقا على تقرير زميلة جراسيا بيطار السياسي والأمني في لبنان كيف ترى حاليا؟ هل تعتقد بأنه يحتاج حماية لبنان أمنيا إلى توافق سياسي؟ هل ترى أن هذا التوافق السياسي أيضا قريب؟ السياسي والأمني في كل العالم وأنا في الطريق بصراحة فكرت بهذه الفكرة يبدو أن المائة عام القادمة هي مائة عام الأمن الرئيس فلاديمير بوتين وهو الرئيس الأكثر تأثيرا لثلاث سنوات هل يصرح أمنيا أكثر أم سياسيا؟ الرئيس باراك أوباما كذلك الأمر كل رؤساء العالم اليوم الأمن يسكنهم اليوم بفرنسا ما في نئاش سياسي وفكري وعقائدي وإديولوجي الأمن هو أولويه ويبدو أننا ذاهبون إلى قرن من الزمن سوف يكون الأمن أولويه ولهيك رجال الأمن يتصدرون المشهد اليوم ولذلك معظم الرؤساء الدول العالم اليوم هم من الأمنيين ومن قادة الجيوش ودائما قادة الجيوش ليس في لبنان وحسب بل في كل العالم لديهم الفرصة بأن يتبوأوا مناصب سياسية رفيعة وصولها إلى سندة أولو فلادم لربوتن عقل فتاح السيسي أكثر من رئيس طبعا والآتي والآتي من خلفية أما عسكرية أو أمنية نعم وبالتالي نحن نتحدث عن تشابك بين المصالح السياسية والمصالح الأمنية ومن خلفها المصالح الاقتصادية القوة الخفية أنا باعتقاد هي مرحلة أمنية بامتياز للعالم كله وهذا ليس سرا يباح بل أكثر من ذلك يبدو أن القرن القادم هو قرن الأمن أما في لبنان فالمسألة معقدة أكثر الطبقة السياسية في لبنان هي عبارة عن قادة الميليشيات بمعظمها 99.9% الذين تقاتلوا في هذه الحرب الأهلية ثم سكنوا في السراع الحكومي وفي مقرات الدولة الرسمية إذن هذه الطبقة السياسية خلفية تهيئة خلفية عسكرية أمنية آتية من عالم الأمن إضافة إلى أن رئيس فؤاد الشاب رئيس ميل لحود رئيس ميشيل سليمان جميعهم كانوا عسكريين ونحن أمام عهدين وفترة تمديد لقادة عسكريين نعم هناك تشابك كبير حسنت هذه المرة وهذه اللحظة أن العمال جن قهوش واللواء عباس إبراهيم واللواء باسبوس مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام أمن الدولة أشعلوا الضوء الأحمر للطبقة السياسية وقالوا للطبقة السياسية احذروا إن خلافاتكم تؤدي إلى المزيد من التفجير لأن هؤلاء الانتحاريين يتسللون من بين أصابع الاشتباك السياسي وبالتالي انتبهت هذه الطبقة السياسية أطلق سمحة سيد حسن نصر الله صرخة تلقاها الرئيس سعد الحريري ثم عاد الشيخ نعيم قاسم حفظه الله وثبت هذه القاعدة مرة جديدة فرد الوزير نهاد المشنوق وعلى التحية بمثلها طيب كيف يمضي كل ذلك أستاذ سالم هناك اشتباك حاد الآن بين طهران والرياض حاليا وهذا ما يحصل في لبنان يحتاج إلى توافق هذه القوى الإقليمية شكرا على السؤال لأننا في مرحلة أمنية سياسية مضطرون نحن الذين لسنا آتين من عالم الأمن أن نذهب ونقرأ بعض العلوم الأمني والعسكري في العلم العسكري والعلم الأمني أن غرفة العمليات لأي حرب لا تكون في ساحة الميدان يعني على سبيل المثال في العام 2006 نعم كان هناك غرفة مركزية للمجاهدين لكن حتما غرفة فرعية لكن حتما أن الغرفة المركزية كانت موجودة في مكان بعيد لا يخطر على بالي إنس وجن ربما وبالتالي نعم لبنان يراد له أن يكون غرفة عمليات للطرفين الذين يتقاتلان في سوريا حسب الله ليس سرا يدير غرفة عملياته من قلب بيروت الضاحي الجنوبي من قلب لبنان هؤلاء الدواعش ليس سرا أيضا من تلك الفنادق الموجودة في قلب بيروت تدار عملية تحويل الأموال وعملية التشريج وحتى عملية نقل الانتحارين وبدأنا نتلمس شبكات في العالم وما خفية كان أعظم وبالتالي يراد للبنان أن يكون ساحة للتمويل أمير الكابتاجون الذي لم يعد أحد يتحدث عنه وذلك الأمير السعودي الذي تم القبض على 2 تون من الكابتاجون لم ينتبه أحد أن هناك مبلغ قد دفع تقديره 280 مليون دولار إلى داعش عبر عرسال ومنها إلى الجرود وبالتالي هذه عملية تمويل لتلك الفصائل المسلحة لم ينتبه أحد أن القرار الدولي 1199 الذي تخذ في مجلس الأمن بمبادرة روسية لتشفيف منابع الإرهاب والذي عقد اجتماعه الأخير قد دعا إليه نائب الحاكم مصر في المركزي في لبنان الدكتور المحترم حمد بعصيري وضابط في الأمن العام لأنهم يعلمون أن جزء من تمويل داعش مر عبر الشريين اللبنانية وبالتالي نعم لبنان باختصار هو غرفة عمليات لساحة القتال في سوريا بل ربما في المنطقة ولذلك يراد له أن يكون فيه مأمن وبعيدا عن إطلاق النيران طيب أستاذ سالم لفتني في المعلومات الأمنية أيضا أن عدد من الموقفين المعلومات الأمنية التي نشرتها الميادين اليوم عدد غير قليل من الموقفين هم من العسكريين هذا أيضا يقودنا إلى الحديث عن الاختراق داخل الأجهزة الأمنية وربما العسكرية في لبنان ليس سرا لكن الحسن حتى هذه اللحظة لم يسجل أي ضابط عميل مع تلك المجموعات التكفرية سجل حالة واحدة وتم القاء القبل من قبل فرع الأمن العسكري في مدرية المخابرات التابع لقيادة الجيش تلميذ ضابط كان يدرس في المدرسة الحربية ليكون ضابط تم ضبطه وهو ينصق مع داعش لكي يفجر المدرسة الحربية خلافا عن ذلك نحن نتحدث عن بضعة مجندين وبضعة رتب صغيرة من الرتباء هذا الأمر الطبيعي هؤلاء الجنود هم أبناء تلك البيئة الخطر في هذا الأمر أن تلميذ الضابط اعترف أثناء التحقيق أنه طلب منه أن يدخل إلى المدرسة الحربية جزء من المجندين يجندون من قبل تلك المجموعات التكفرية خلال وجودهم في الخدمة العسكرية فيركبون الموجة الطائفية والمذهبية والعقائدية الوهبية التكفرية لكن الجزء الأخطر عندما يقال لأحدهم اذهب وكن في تلك المؤسسات الأمنية حتى هذه اللحظة لا يوجد خطار حجم الذين فروا من المؤسسة العسكرية لا يصل إلى 0.0001 حجم العملاء الذين تم إلقاء القبض عليهم من تلك المجموعات التكفرية لا يصل أيضا إلى 0.1 العماجة القهوجي أثبت أنه واحد من أبرز قادة الجيوش التي مرت على لبنان ربما نحن في المرحلة الذهبية في الأمن بخلاف السياسي حكومة عاجزة أن تلمن قمامة من الشوارع في مقابل أجهزة أمنية تلك القبض على مئات الشبكات ربما هي مفارقة ربما من حظنا أن مدير الأمن العام هو بحجم اللواء عباس إبراهيم أن قائد الجيش هو بحجم العماجة القهوجي قد يقول المشاهد لماذا يسمي سالم زهران يسمي تلك الأسماء ليس من أجلها بل من أجل أن يعرف الشعب العربي قبل الشعب اللبناني أن لو لا هذه القيادة العسكرية والأمنية ربما لكنا في قلب الطفاة شكرا جزيلا لك سيد سالم زهران رئيس مركز الارتكاز الإعلامي لحضورك هنا في الستوديو مجددا حياكم الله أعلن وزير في الحكومة المالية نموهاجمي فندق راديسون بلو في العاصمة باماكو لم يعد لديهم رهائن فيما أعلن مسؤول أمني آخرا عملية القضاء على المسلحين مستمرة تفاصيل عملية اقتحام الفندق في هذا التقرير استفاق نزلاء فندق راديسون بلو في العاصمة المالية باماكو على أصوات رصاص ليجد أنفسهم محتجزين كرهائن مسلحون اقتحموا الفندق في الصباح الباكر واتخذوا أكثر من مائة وسبعين شخصا رهائن منهم فرنسيون وأمريكيون وصينيون وأتراك إضافة إلى ماليين قوات الأمن المالية نفذت عملية اقتحام بمشاركة عناصر من القوات الخاصة الفرنسية والأمريكية تخلى لها إطلاق نار وبعد ساعات من الهجوم تم تحرير جميع الرهائن في البداية اعتقدت أنها ألعاب نارية لم أتصور أنها عملية احتجاز رهائن ثم استمرت الأصوات وسمعناها في جميع أرجاء الفندق خرجت لأنني لم أعتقد أنهم كانوا يأخذون رهائن خرجت لأذهب إلى المطعم ورأيت في الممر الكثير من الدخان لذا عدت إلى غرفتي ثم جاءت القوات المالية وأخرجتنا على السلطات أن تأخذ تدابير قوية إننا نغادر منازلنا كل يوم وإذا كان من الممكن أن يحصل شيء كهذا فسأكون قلقة أزمة الاحتجاز انتهت بمقتل عدد من المسلحين والرهائن في الفندق فيما أعلنت جماعة المرابطون المتشددة أنها تعاونت مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب لتنفيذ هذه العملية وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في السوديو الميادين القيادي في حركة البناء الوطني الجزائرية الأستاذ جار الله البشير أسعد الله مساءك أستاذ جار الله ومباشرة نتحدث عن العملية التي جرت في مالي اليوم كان هناك من ضمن المحتجزين في الفندق دبلوماسيين جزائريين تم إجلاؤهم بالكامل وأيضا خلفية هذا الموضوع هل كان من نفذ العملية يعلم بأن هناك دبلوماسيين جزائرين وكانوا من ضمن المستهدفين فعلا بسم الله أولا هذه العملية هي عملية إرهابية محضرة والإرهاب لا يفرق بين الدبلوماسي وغير الدبلوماسي دائما يسعى من أجل ضرب وزعزعة الاستقرار في أي منطقة وبالتالي فهؤلاء عندهم أجندة محددة وهي إشاعة روح الاضطراب وعدم استقرار وفتنة في المنطقة وبالتالي هم لا يميزون بين الدبلوماسي وغيره هدفهم يعني ضرب الاستقرار طيب إذا ما تحدثنا أيضا عن خطر هذه المجموعات على دول شمال أفريقيا وأيضا تحديدا على الجزائر هذه الجماعات الإرهابية نحن في الجزائر يعني مررنا بحقبة مرة من خلال التصرفات السيئة التي قاموا بها في مطلع التسعينات وبالتالي الجزائر لديها تجربة في مواجهة هذه الحركات الإجرامية واستطاعت الجزائر من خلال قوة الأمنية التي شكك فيها الكثير في تلك الفترة أن تقضي على هذه الظاهرة بعدة وسائل كان من بينها البعد الحواري الذي باشرته مع هذه الجماعات حتى أقناع الطرف كبير من ترك هذا التفكير وكذلك ببسط السيطرة الأمنية لكن المرحلة مختلفة أستاذ جلال نعم هذه المرحلة فعلا الإرهاب أصبح له وجه آخر لم يعد مجموعات محددة فنحن نرى بأنه أصبح كيان يعني يتعدد الجنسيات وليس له مطلب سياسي وليس له نعم مطلب سياسي في الجزائر كان هناك مطالب نعم معينة للجماعات التي قاتلت في الجزائر في مطلع التسعينات داعش اليوم ليس لها مطالب سياسية نعم الهدف هو القضاء على كل البلدان وتفتيت كل المجتمعات بهدف إقامة دولة لهذا الكيان الذي يسمى تنظيم الدولة نعم هذا هو الواقع ولكن الذي كان وراء هذا الفكر هو كذلك الدول التي طرع هذه الجماعات بطريقة غير مباشرة من أجل أن تحقق مصالحها وبالتالي هي التي مكنت لها فأصبحنا نرى تعامل واضح يعني لما نرى داعش والبترول الذي تسويقه لهذه الدول من يأخذه؟ تأخذها الدول التي طرع هذه الإرهاب وبالتالي فنحن نعلم بأن اليوم الإرهاب لم يعود بذلك الشكل البسيط الذي كان في التسعينات وإنما أصبح له بعد آخر يهدف إلى سيطرة على الأمة العربية والإسلامية بكابلية تبقى معي سيد جار الله البشير الإرهاب يتحول باستمرار ويعبر الدول والقارات التنظيمات الإرهابية وفي القلب منها داعش تعمل على ربط مشروعها بين المغرب والمشرق العربيين ظاهرة نمو الإرهابيين في دول المغرب العربي تفرض نفسها تقرير حسن عبد الله النمو المتسارع للتنظيمات الإرهابية في دول المغرب العربي منذ تفجير الدولة الليبية يرتبط بحسب بعض خبراء مكفحة الإرهاب العربي والأجانب بالتواجه الاستراتيجي لهذه التنظيمات ورعاتها المتعددي المشارب لإسقاط المشرق والمغرب العربيين في فكي كماشة تحضر في هذا الإطار الخريطة التي ظلل فيها على متنظيم داعش الدول العربية من هنا يمكن تفسير التدرج المقلق لظاهرة التحاق المواطنين المغاربة بمعسكر الإرهابيين وآخرهم داعش الخيار الأكثر جذبا لمجموعات إرهابية تسعى للاندماج في مشروع جذري يبدو مدمرا ويعبر عنه داعش بشكل صارخ المركز العربي للدراسات الاستراتيجية أعلن في وقت سابق من هذا العام تجاوز أعداد المقاتلين الذين ينتمون إلى منطقة المغرب العربي الثمانية ألف وإذا أضيفت إلى هذا العدد المجموعات الإرهابية العاملة في داخل دول المغرب فإن مقولة إسقاط جزء من هذه المنطقة والاستيلاء عليها لم تعد مجرد تنظيرات في المسألة الإرهابية ليبيا نموذج صارخ لقدرة داعش وأخواته على حكم وإدارة وتفتيت مدن ومناطق في تونس محاولات حثيثة للسيطرة على مناطق بعيدها وتشير المواجهات اليومية التي تخوضها الدولة إلى مدى سعي الإرهابيين للتغلغل في النسيج الاجتماعي الدعوات إلى مواجهة جماعية لتغول الإرهاب في المغرب العربي قديمة لكنها لم تصل إلى مستوى خطة مشتركة فعالة بين دول اتحاد المغرب العربي مطلع العام الحالي اعترف مجلس وزراء داخلية الاتحاد بعجز دوله بصورة انفرادية عن مواجهة الإرهاب الذي تمكن من تطوير آلياته وبينما تعيش الظاهرة الإرهابية تحولات جيوستراتيجية ربما تصل بها إلى مستوى التوحد والاندماج على مستوى غير مسبوق تستمر الدول المهددة وجوديا بالبحث عن آلية لنمز جهودها وتاقاتها في المعركة المصيرية التي فرضها تنظيم داعش والقوى التي تقف وراءه عودة من جديد إلى ضيفي هنا في الستوديو والأستاذ جار الله البشير أستاذ جار الله واضح أن تنظيم الدولة داعش يستقطب أعداد غير قليلة من المغاربة من الجزائر ومن تونس ومن المغرب العربي هل تعتقد أن هذا يمكن أن يشكل خطرا فيما بعد على هذه البلدان وأريد أيضا أن نحدد إن كان يراد لدول شمال أفريقيا دول المغرب العربي أن تعيش ما تعيشه حاليا دول المشرق سوريا والعراق ولبنان وغيرها من الدول في الحقيقة هل يراد أن تعيش دول المغرب العربي ما تعيش دول المشرق هذا لا شك فيه يعني القوى المعادية للأمة العربية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في كل أرجاء البلاد العربية على خصوص المغرب العربي لكون يتمتع بموقع جيوسياسي مهم جدا فهو البواب المطلع على إفريقيا بكاملها وبالتالي زعزعة الاستقراره هو التمكن والاستحواذ على هذه المنطقة بكاملها لكن هل يمكن أن يكون هذا الخطر خطرا حقيقيا أنا لا أستبعيد إذا تهاونت القوى الأمنية ووقعنا في نفس الأخطاء التي كنا نقع فيها من قبل فالجزائر لما مرت في تلك الحقبة العويصة دعت المجتمع الدولي بأسره إلى الوقوف والهبة من أجل مواجهة الإرهاب لكن في تلك اللحظة كانت الآدان صماء ولم تلتفت إلى الجزائر فعانت الجزائر وحدها تلك الحقبة واليوم علينا أن نتضارك هذا الوقت أستاذ جرالله الجزائر لديها موقف سياسي واضح بما يتعلق بقضايا التي تحصل والأزمات التي تحصل في المنطقة وهو موقف متميز دعني أقول أو متفرد الجزائر لا تسير قبل قليل كنت تتحدث عن تمويل داعش وشراء النفط وغيرها لا تسير في ركب دول خليجية تريد أن تفرض سياسة معينة وجهة نظر سياسية معينة في المنطقة هل تخشى أستاذ جرالله البشير من أن تقوم هذه القوة بمعاقبة الجزائر على موقفها السياسي من أحداث سوريا من الأحداث في العراق من الانقسام الحاصل في المنطقة من موقفها في مجلس في الأمم المتحدة هل تعتقد أنه يمكن أن يتم معاقبة الجزائر تحديدا هنا أتحدث على موقفها السياسي في الحقيقة الأمر واضح الجزائر مستهدفة وهناك الكثير من النعارات التي تحرك في الجزائر من أجل ضرب استقرارها ولا شك أن المواقف الإيجابية الخارجية الجزائرية والديبلوماسية الجزائرية هي التي أدت إلى هذا الاستهداف فنحن نرى بأن الجزائر كان دائما تحدد من التدخل في شؤون الدول الداخلية وتدعو دائما إلى وجود الحل السياسي وترفض استخدام الحل العسكاني هذا كله جعل هذه الدول المعادية تسعى إلى ضرب استقرارها من خلال تحريك بعض الإثنيات العرقية والجهوية في الجزائر حصل هذا نعم ولكن تفطن القيادة الجزائرية وحتى الشعب الجزائري كله يعني يدرك بأنه لا بد أن يفوت الفرصة على الذين يستهدفون ضرب استقراره ووحدة ترابه هناك خاصرة رخوة في تلك المنطقة أستاذ جار الله في منطقتكم وهي ليبيا تأثير ما يجري حاليا في ليبيا وتلك الجماعات لديها يد عليا ولديها تمويل ودعم كبير ربما يتساوى مع الدعم الذي يصلها إلى سوريا هل تعتقد بأن ليبيا ستشكل مركزا لتهديد دول المغرب العربي جزائر تونس المغرب وأيضا عملية عرقلة الحل السياسي هناك هل سوف تزيد من شبح الإرهاب وسيطرة الإرهاب في ليبيا وبالتالي تأثير على الدول المجاورة لا شك أن الإنفلات الأمنية التي تعرفه ليبيا يمكن أن يشكل خطرا على كل المنطقة ويعني الجزائر كانت تدرك هذا الأمر منذ البداية ولذلك حاولت محاصرة هذا الأمر بضرورة أن يكون هناك إصلاح سياسي وأن يكون هناك حوار سياسي بين كل الفراقة ولعلها لعبت دورا كبيرا في الحوار الليبي من أجل تفويت الفرصة على الأعداء الذين يريدون أن يجعلوا هذه المنطقة الرخوة التي ذكرتها مصدر زعزعت كل المنطقة من خلال الجماعات التي تجد مرتعا كبيرا من خلال توفر السلاح من خلال توفر الفضاء لا يمكن التحكم فيه لنظر لشساعة هذه المنطقة وامتدادها مع كل دول الجوار طيب إذا أخذ قرار بتحرك هذه الجماعات من ليبيا باتجاه دول الجوار مع وجود حدود جغرافية واسعة هل سيكون تكون دول المغرب العربي في مشكلة حقيقية؟ لا شك في ذلك أنها ستكون في هذه المشكلة نظرا لأن الواقع الليبي واقع كما ذكرنا مساحة شاسعة إمكانيات سلاح متوفرة وبالتالي يمكن أن تشكل الخطر إذا لم تساري دول الجوار إلى التنسيق فيما بينها واتخاذ خطط كبيرة من أجل حصر هذه المنطقة طيب هناك رفع لحالة التأهب القصوى الآن في المغرب العربي في الجزائر وأيضا في تونس ضبط لخلايا إرهابية حاليا هل تكفي مثل هذه الإجراءات؟ وهل هناك أستاذ جار الله البشير تنسيق بين الدول المغاربية في موضوع مكافحة الأرهاب؟ هو في الحقيقة هناك تنسيق لكن في نظري بأنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يمكننا من إخامة جدار عازل للإرهاب لأن الإرهاب أصبح اليوم كما ذكرنا لديه أبعاد جديدة فهو يتمتع بقدرات خيالية فنحن نرى كيف أن اليوم داعش تسيطر ودولة تقريبا تقوم فلذلك لا بد أن يكون هناك تنسيق أمني حقيقي يكون فيه عدم تشكيك في قدرات المحلية على مواجهة الإرهاب والاستفادة من التجارب التي خاضتها الدول التي واجهت الإرهاب مثلا كالجزائر ولذلك المنطقة فعلا مهددة بخطر إذا لم يكن هناك تنسيق أمني حقيقي فضلا على البعد السياسي الذي ينبغي أن يوفر المناخ الصالح من أجل إنخراط كل الشعوب في مواجهة هذا الإرهاب لأن المناخ السياسي الذي لا يكون في إصلاح سياسي حقيقي بعيدا عن الدكتاتورية بعيدا عن حكم الفرد والجماعة الحكم الذي لا يوفر البيئة الديمقراطية الحقيقية التي تمكن المواطن من اختيار حقي بكل حرية هذا لا يجعل الشعوب تنخرت إنخراطا حقيقيا في هذه الحملة أسمح لي أستقبل من نواك شط الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الأستاذ محمد محمود أبو المعالي الأستاذ محمد اليوم يستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ملك المغرب محمد السادس بعد أسبوع من اعتداءات باريس وكانت المغرب العربي كما قالت معلومات استخباراتية هي من قدمت معلومات للأمن الفرنسي لإرشاد المحاققين الفرنسيين إلى مكان عبد الحميد أبو عيد العقل المدبر لهجمات باريس هل تخشى المغرب العربي من انتقام هذه الجماعات داعش تحديدا وهل يجري التنسيق مع الفرنسيين وأيضا هل هناك تنسيق مع الدول المجاورة الجزائر على رأسها وتونس فيما يتعلق بالخطر الذي يمكن أن يهدد بلدان المغرب العربي أعطيب شكرا جزيلا أعتقد أن التنسيق الأمنية بين فرنسيا وبلدان منطقة غرب إفريقيا والشمال إفريقيا قائمة منذ فترة طويلة صحيح أنهم قد يتعززون على أن الخطر بات مشتركا وبات يهدد الجنوى لكن البلدان التي كانت مستعمرة ساذقة لفرنسا بقيت بلدانا حريفة بقيت بلدانا رأية للمصادح الفرنسية والنظور الفرنسي قوي فيها والأجهزة الأمنية والأسكرية فيها تم تكوينها بناء على تكوين فرنسي وفرنسا دور الأكبر في مجال التعاون العسكري والأمني بما فيها الإخبارات لكن جئنا وجود أولا المواطنين الفرنسيين من أصول المغاربة سواء من الجزائر أو المغرب أو التونس لهم استباطات في هذه البلدان المتصدية وهم نوات بهذه التنظيمات في فرنسا وزعرها يسعلوا التنفيق الأمني مطلوبا أكثر مني قبل وقائما أكثر مني قبل وفي هذا الإنطار يدخل تعاوني الفرنسي المغربي هو الذي أتفر عن تقديم المعلومات التي تحدثت معها طيب أنا كنت قد سألت ضيفي الأستاذة جرال البشير هنا في الأستوديو حول أن داعش تستطيع استقطاب أعداد ليست قليلة من المقاتلين أو المتطوعين من دول المغرب العربي تونس الجزائر والمغرب وأيضا ليبيا هذه مسألة الأخرى أن أول المنسقين أو الزائرين لفرنسا بعد الاعتداءات كان الرئيس التونسي الباجيقاد السبسي والآن الملك المغربي محمد السادس وهذا يقودنا للتساؤل حول العلاقة بين ما جرى في فرنسا أو ما جرى اليوم في مالي وبين الخطر الذي تستشعره دول المغرب العربي أولاً وجود أعداد من التونسيين والمغاربة والليبيين وغيرهم في دولة الإسلامية هذا أمر صحيح ومرده أنه هو مرض أصول أصول وجود سائر الشبابي أو معرومي معتلق الفقرشاتي من الشباب العالم الإسلامي لأن ألقى تعميم الدولة الإسلامية وجوده مسيطراً على الكثير من الأراضي وجود القيمة الحم الشهرية للدولة لديه من أراضي من سكان من مقاتلين جيش شبهيين إيظاميين من موارد اقتصادية إلى غيره جعلته يشكل حلم الحالمين بأرضة الخلافة الإسلامية من شباب السلفية الجهالية وبالتالي بات موضة يقبل عليها الكثير من الشباب الذين ربما تعبوا أو طالوا صوارهم لوعود تنظيم القائدة باستعادتها للخلافة وبأن العمل جال على استعادتها يعتبرون أن جراعة الدولة طفزت وأنها حققت ما عجزا عنه تنظيم القائدة بالنسبة لوصول الباشقة السبسي ومحمد السادس أمر طبيعي وضعنا في الحشبان أكبارات عديدة ذكرت بعض هذه إجابتي السابقة أولا أن هذه البلدان حليف تقليدي ومستعمرات سابقة للفرنسا ومصالح الفرنسيين فيها كبيرة تماما كما هو الشأن بالنسبة لمال التي توجد عليها قوات فرنسية أيضا وجود أغنبيات مسلمة من وصول المغاربية وإخليقية بما في الماليين تجعل هذه الدول معنية كثيرا في متابعة ارتباطات أبنائها المقيمين في فرنسا والمتشمسين في فرنسا ارتباطاتهم بأغطائبهم بزملائهم بمدادهم برسلات في هذه البلدان لذلك النفوذ الفرنسي في المالي في المغرب في دونس في عينا قائم منذ ما قبل الاستقلال وبقية في مرحلة ما بعد الاستقلال تجعل بلدان منذ النهاية فرنسونية وتدور في الفرنسي الفرنسي طيب أستاذ محمد سؤال أخير يتعلق عن تقديراتك لحجم هذه الخلايا أو البجموعات الموجودة في دول شمال أفريقيا وأيضا قدرتها وتأثيرها وتأثير ليبيا ما يجري حاليا في ليبيا على الدول المجاورة أيضا هل تعتقد بأن هناك تقديرات صحيحة لقدرة وحجم وعدد هذه الخلايا في دول مثل تونس المغرب الجزائر بريتانيا هذه الخلايا شهيدات في الصنوات الأخيرة تكاثر غير مسؤول والشهيدة أيضا تنافسا حولت بني شبيه منطقة الساحة والصحراء والجمال بريتانيا مندان سباك بين القائدة وجماعة الدولة الإسلامية في تونس يوجد القائدة ممثلة في كتيبة أقراضيناها وتنظيم الدولة في إجراءات الخلافة في تونس في الجزائر نفس الشيء تقوم القائدة ببلاد المغرب الإسلامية وجند الخلافة في الجزائر في شمال مالي توجد القائدة والمراضطونة وتوجد أنصار الدين الجهادية وتوجد جزء من المراضطونة بقيادة بلوليد صحاوي مبايع لطلقين الدولة الإسلامية في دولة الإجراء نفس الشيء يعني هناك تكاثر وتنافس المرض هو أساسا من التنافس هذا التنافس بكثير سينعكدون على أداء هذه الجماعات أنها ستتسابق إلى تنفيذ عمليات وإلى تحقيق القائمة السياسية جيد في العمل الميداني صعيا لكثبي مزيد من الشباب والطامحون إلى العمل الجهادي أو ما يعتبرونه عمل جهادي شكرا جزيلا لك أستاذ محمد محمود أبو المعالي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة كنت معنا مباشرة من أنواقشت أشكرك جزيلا شكرا أستاذ جرال البشير القيادي في حركة البناء الوطني الجزائري على حضورك هنا في الستوديو خرج اليمنون في تظاهرة حاشدة في باب اليمن بصنعاء القديمة تنديدا بصفقات السلاح الأمريكية للسعودية متهمين أمريكا بقتل يمنيين تقرير أحمد عبد الرحمن أشهر على حرب التحالف على اليمن ولم يتعب اليمنون من التظاهر بمعنوياتهم المرتفعة خرجوا وبسواعدهم القوية رفعوا أسلحتهم وبأصواتهم الهادرة هتفوا صفقات السلاح الأمريكية لن تجلب نصرا لمملكة الدواعش على حد تعبيرهم أولا إدانة الاستمرار بإمداد العدو السعودي بأسلحة القتل المحرمة وأدوات الإجرام وتمكينه من آلة الدمار والقتل ثانيا إدانة الصمت الدولي عن هذا الإجرام الذي طال كل مناح الحياة والحصار المطبق المشاركون أكدوا عزم اليمنيين على مقاومة المحتل حتى طرده هكذا قالوا والحرب تدخل يومها الأربعين بعد المئتين خرجنا لنقول للأمريكيين لن ترهبنا صواريخكم ولا قنابلكم الغبية التي تقتل العطفال والنساء نحن أول قوة وبأس شديد مهما صنعوا ومهما اشتروا من الأسلحة فإنها لن تؤثر فينا والميدان بخير مشاهد الانتصارات تتوالى سواء في الشمال أو في الجبهات الداخلية التظاهرة الشعبية التي خرجت استجابة لدعوة اللجنة الثورية العليا طالبت بملاحقة الضالعين في العدوان كما قالوا وتقديمهم إلى المحاكم المحلية والدولية من أسبوع إلى آخر تتواصل التظاهرات التي لم تتوقف منذ أكثر من ثمانية أشهر بل تزداد تفاعلا شعبيا وهاهم المحتشدون اليوم يؤكدون سقوط رهانات من يصفونها بقوى العدوان في حربها المستمرة على بلادهم أحمد عبد الرحمن صنع الميادين